على الرغم من محاولات التهديئة الأممية في الحديدة تصعيد جديد وقرصنة حوثية غير مسبوقة في البحر الأحمر تهدد الملاحة الدولية سفينتان كوريتان وثالثة سعودية أقدمت ميليشيات الحوث الإنقلابية على اختطافها في منطقة جنوب البحر الأحمر وهي في طريقها إلى ميناء بربرة في الصومال بعد أن انطلقت من ميناء جازان السعودية عملية الخطف اعتبرها تحالف دعم الشرعية في اليمن تهديداً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية وسابقة إجرامية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر الميليشيات اقتادت السفن الثلاث إلى ميناء الصليف وعلى متنها طواقم البحارة من عدة جنسيات الحكومة الكورية أعلنت في وقت لاحق من عملية الخطف عن إرسال مدمرة حربية مشاركة في القوات الدولية لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية إلى مكان الحادث مؤكدة أن السفن الثلاث المختطفة ترسو حالياً في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة العملية الإرهابية تكشف حجم التهديد الذي يمثله استمرار سيطرة ميليشيات الحوث على ميناء الحديدة هكذا تقول الحكومة اليمنية معربة عن إدانتها لتصرفات ميليشيات الحوث الانقلابية وتهديدها أمن وحرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكس ذلك من حيث التوقيت على جهود التهديئة ومساعي السلام التي تبدلها الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي بعد أن أكملت عملية القرصنة التي قامت بها حاولت أن تلبس عباءة الدولة مبررة جريمتها بالدعاء الاشتباهي بأن السفن الثلاث دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق الحسن الحددي الحدث